الفاتحة بإتقان مع الشيخ صابر عبد الحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد المرتلين عليه الصلاة والسلام وللضالين ننتبه المد فيها ست حركات يعني كيف نحسب ست حركات الست حركات إما من طريق السماع تصبح مثل المد الطبيعي ثلاث مرات أو ست حركات نعد بالأيدي ولضالين هكذا طبعا تختلف في الست على حسب مرتبة التلاوة لو كنت أقرأ سريعا ستكون ست حركات سريعة لو أقرأ قراءة متوسطة ستكون ست حركات متوسطة لو أقرأ قراءة بطيئة ستكون ست حركات بطيئة لو قلت مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قراءة سريعة ستكون ولا الضالين هكذا وكنت قراءة متوسطة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ستكون ولا الضالين لو كنت أقرأ قراءة تعليمية محققة الحمد لله رب العالمين ستكون ولا الضالين لاحظنا الأولى أقصر من الثانية أقصر من الثالثة وكلها ست حركات زي بالضبط السورة إذا كانت مكبرة ثم صغرت كل أجزاء السورة تتم تصغيرها ثم صغرت أكثر هكذا إذا لا أحد يقول الأولى أربع حركات والثانية خمس والثالثة ست حركات لا كلها ست حركات لكن ست حركات سريعة ست حركات متوسطة ست حركات بطيئة لمرتبة التلاوة وهكذا اللام المشددة نحذر فيها من الشدة التي نبهنا لا نقول ولا الضالين شدة اللام لا لام حرف متوسط لا نخرجه بشدة ولا نخرجه برخاوة زائدة ثم بقيت التنبيهات ولا الضالين تأتينا في الحلقة القادرة بإذن الله شكرا شكرا